أكد مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كما أشار مندوب مصر إلى أن الضامن الوحيد لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي إن الضامن الوحيد لكبح هذه الانتهاكات ما هو إلا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي على خطوط الرابع من يونيو 1967 تنفيذا لمقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعددة للجميع العامة للأمم المتحدة حل الدولتين سيد رئيس سيد الأعضاء هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره لضمان حق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام وأمن وبصورة طبيعية في دولتين متجاورتين كسائر الشعوب وفقا لمقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة